وحدة مساحتها 90 متراً كاملة المرافق والتشطيب والأثاث وهي النموذج الذي استلمه سيد علي مرسي الذي يعمل فن كهرباء وانتقل حديثاً من منطقة نزلة السمان بحي الهرم إلى الإسكان البديل بحدائق أكتوبر ده جزء من مشروعات الإسكان التي تقوم بها هيئة المنطقة المنطقة الجديدة كسكن بديل للمواطنين بمنطقة نزلة السمان وزي ما حياتكم شايفين هي عبارة عن موضوع 104 عمارة بإجمال تقريباً 4400 واحدة سكنية بالإضافة إلى 91 محل بالإضافة إلى واحدة صحية بالإضافة إلى حضانة بالإضافة إلى ملاعب بالإضافة إلى مدرسة التعليم الأساسي طبعاً الغرض الأساسي كل موجود أنه إحنا مش نرقل السكان بس إحنا بنعمل لهم حياة كاملة مكتملة يعني جميع الخدمات اللي بكونوا محتاجينها كلها لازم تبقى موجودة كمجتمع عمراني كامل متكامل للمواطن بالكامل المدرسة لازم تبقى شغالة طبعاً الحمد لله الحضانة الوحدات الصحية الملاعب المنافذ البيع إحنا طبعاً نستعنى في أول المشروع بمنافذ أمان طبعاً الوزارة الداخلية اللي مساهمة في توفير الخدمات الأساسية للمواطن إحنا الغرض كل موجود أنه يبقى المواطن موجود في حياة متكاملة مش مجرد أننا بنقل السكن في المكان وخلاص استغرق بناء هذه المدينة ثمانية عشر شهراً لتكون سكناً بديلاً كريماً لائقاً مكتمل المرافق والخدمات تزين بمساحات خضراء وشوارع متسعة وألوان مبهجة ليستقبل سكانه الجدد والله إحنا أنا سبت بيتي اللي أنا تولدت فيه والمنطية اللي أنا تربت فيها بس بالنسبة للمكان هنا غير طبعاً حاجة تانية خالص حتى ولاد بنتي لما أجوم هنا أنا متطمن عليهم لأنه بنزله ولعبه في الجنين برا وبيلعبه براحتهم أول ما دخلت حسيت أن أنا في مصيف في حاجة كويسة يعني كنت بتمنّيها من زمن بصراحة بتمنّي أن أنا أعيش أشوف الخضرة كده والكلام ده والله بس الحمد لله يعني ربنا نولنا يعني اللي إحنا كنوا نفسنا فيه الحمد لله من أجل ذلك وغيره من مشروعات الإسكان التي أنشأتها الدولة المصرية بمعدلات تنفيذ استثنائية لفت هذا الإنجاز انتباه العالم لتحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة لمصر على جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021 في مجال تطوير العمران المستدام من بين أكثر من مائة وسبعين ترشيحاً من مختلف بلدان العالم فوز مستحق لبلد وفّرت لمواطنيها سكناً مناسباً وفق البيان الأممي أو سكناً كريماً بالمفهوم المصري أحمر عبد الرازق لأكسترا نيوز